حيث أفادت وسائل إعلام سعودية بأن المملكة أرسلت تعزيزات عسكرية بما يعرف باسم القوة الضاربة إلى منطقة نجران على الحدود مع اليمن بعد ساعات من سقوط قذائف أطلاقها الحوثيون أدت إلى قتل مواطن فاكستاني وجرح آخرين بينهم أطفال وتفيد المعلومات بأن التعزيزات عبارة عن رتل كامل من المعدات العسكرية والأفراد المدربين على المعارك الجبلية